اشتركوا في القناة المصادر المحلية أن المسؤول الكراوي الموريطاني كان بصحة جيدة برفقة بعثة بلاده قبل أن يفارق الحياة مباشرة بعد تناول هجبة عشاء بمدنة وهران ذات المصادر كشفت بأن غياب عناية صحية والضحف الكبير في التجهيزات الخاصة بالإنعاش تسببت في وفاة المسؤول الكراوي الثاني في الاتحاد الموريطاني ليكشف عن حجم الضحف الكبير للبلد الموظيفة في توفير الاستشفاء للبعثات المشاركة والجماهير الأجنبية التي غابت عن المباريات إن لله وإن إليه يراجعون وفي خبر آخر المغرب يساعد أمريكا ويقدم له هذية مينة قام المغرب بتلحيل طالب فرنسي سيباستيانا وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه هناك تهما من قبل السلطات بارتكاب جرائم إلكترونية وذكرت وكالة آيف بي ذلك نقل عن مصدر في الشرطة المغربية وأضاف المصدر أن تسليم سيباستيان جرى الأربيع أعلامة الرحلة الجوية من مطار الضار بيضاء إلى نيويوركا وتم تنفيذ العملية من قبل عملاء مكتب تحقيقات الفيدرالية بذورها ذكرت صحيفة لوبا غيزيان في وقت سابق أنه تم اعتقال طالب البالغ من العمر 21 سنة في المغربة بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي تدعي أنه عضو في مجموعة القراصين الدولية وأشارت الصحيفة أن المدعوم متهم بارتكاب عملية احتيال عبر الانترنت والإستلاء على بيانات شخصية وبحسب محاميه فيليب في الولايات المتحدة فإن سيباستيان مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 111 سنة نشكركم على حسن المتبع